اشتركوا في القناة وعلى أله وصحبه وسلم وعلى عمر وحياتي ما أغير من صفاتي سنت في هدي ونجاتي يا حبيبي يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله امتثالًا لأمره في كتابه العزيز يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقوله سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد نجدد اللقاء ونواصل مع أمهات المؤمنين مع الحياة الزوجية للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا مع أم المؤمنين خديجة التي صنفت في خانة من أكمل النساء ولم يكمل من النساء إلا قليل وتكلمنا عن سود بنت زمعة التي أرادت كما كان لها رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاً في الدنيا أن تحشر في زمرة أزواجه في الآخرة واليوم مع الزوجة الثالثة وهي اللب والروح والعقل وكل شيء في الحياة الزوجية النبوية عائشة بنت الصديق الصديقة رضي الله تعالى عنها وعلى والدها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وعمرها تسع سنوات بعد غزوة بدر في شهر شوال وخطبها وهي بنت سبع سنوات وزوجه الله إياها من فوق سبع سماوات كما ذكر لها وكما تروي هي كما جاء في الحديث الصحيح أنه ثلاث ليالي متتاليات يرى رؤية هذه الرؤية يرى أن شيئاً ما سلمه له ملك في قطعة حرير فلما كشف عن قطعة الحرير إذا بموجود في هذا الحرير أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لها ميزات عدة وكانت تتباهى وتفتخر أنها البكر الوحيد التي تزوج بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه كل نساء المصطفى صلوات رب وسلامه عليه وعلى آله وصحبه سبق لهن الزواج يا إما أرامل يا إما اعتنقنا الإسلام كمارية وصفية أما عائشة فخطبت له عليه الصلاة والسلام مباشرة مع خطبة سودة بعد وفاة خديجة عمرها سبع سنوات صحيح لو وضعنا الأمر في إطار المجتمع اليوم بنت تخطب وعمرها سبع سنوات ويدخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع سنوات كما صرحت هي بنفسها والمجتمع اليوم أن سن الزواج هو 18 سنة ومن تزوجت قبل 18 سنة تسمى قاصر فهنا المقارنة لا تصح ومن أراد أن يقارن فعليه أن يراعي الفارق كما يقول أهل الأصول القياس مع مراعاة الفارق والفارق هنا جوهاري الفارق متى الإسلام يعد الشخص ذكراً وأنثى مكلفاً ومتى الإسلام يسمح للإنسان ذكراً وأنثى أن يتزوج هذا هو الفارق لو وضعنا الأمر في إطار القوانين الموجودة الآن في المجتمع الغربي وحتى في المجتمعات التي الآن صارت تسير نهج المجتمع الغربي المعروف هو 18 سنة وأقل من عشر سنة هو زواج قاصر وتقام الدنيا ولا تقعد وتتكلم عن ذلك الصحافة والوسائل الإعلان تتناقل الخبر ويقولون عنها قاصر هل معنى قاصر موقف شرعي ينبع من الدين الإسلامي لا هذا موقف من القانون الوضعي اتفقوا في القانون الوضعي أن سنة لا أقول سن البلوغ ولكن سن المسؤولية المدنية المسؤولية المدنية يعني الإنسان متى يصير مسؤول أمام أجهزة الدولة ويتحمل مسؤولية أفعاله وأعماله وأقواله ويدان عليها ويعتقل عليها ويحاكم بها ويسجن عليها ابتداء من سن الثامن عشر الإسلام لا يقول بذلك الإسلام يقول كل تكليف بشرط العقل وكما جاء في الأحاديث النبوية أنه لا تكليف إلا بالعقل ولا تكليف إلا ببلغ سني الرشد وفي رواية الحلم ما معنى ذلك؟ أن الإسلام يكلف ويصير إنسان مكلفا ذكرا وأنت وصالح للزواج كان ذكرا وأنت عندما تظهر فيه علامات أنشأها الله سبحانه وتعالى ليست هي وضعية من عند البشر ليست وضعية إنما هي خلقية تظهر في البشر كأن الله سبحانه وتعالى جعل مسألة البلوغ والتكليف والرشاد هذه من عنده سبحانه ولا دخل للناس فيها فسن البلوغ المتعارف عليه في المجتمع الغربي والمجتمع الجاهلي والمجتمع المسلم والمجتمع اليهودي والنصراني وكل الديانات وكل القوانين تعترف بأن البلوغ له صفات هذه الصفات إن ظهرت صار الإنسان صالحا للتكليف وصالحا للزواج كان ذكرا وأنت هذا موقف الإسلام فمن ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خطب عائشة رضي الله عنها بل وزوجه الله إياها كانت قد دخلت سن البلوغ وبنى بها وهي بالغ راشد لا ينبغي للمسلم أن يتصور الرسول عليه الصلاة والسلام بنى بفتاة لم تصل سن الرشد إياك أيها المسلم أن تضع نفسك في هذه الخانة وفي هذه الدائرة تتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه تمتع بفتاة قاصر كما يقول المستشرقون وأعداء الإسلام لا إنما هو بنى بها وتزوج بها ودخل بها وكان هذا عرفا سائدا لم يستنكر ذلك أحد إنما جاء الاستنكار في هذه الأزمينة المتأخرة الأزمينة المتأخرة هذه جافة الاستنكار أما في الأزمينة التي واكبت الإسلام وما بعد نهضة الإسلام والحضارة الإسلامية لم يستنكر ذلك أحد لم يستنكره لماذا؟ لأنه أمر عادي جدا الناس تتعارف فيما بينها أن المرأة لها علامات الأنوثة ومن علامات الأنوثة أن يبرز صدرها وينبت الشعر وما إلى ذلك معرف أن تصير حائض فهذه من علامات الأنوثة التي تقول وتشير أن المرأة الآن صارت صالحة للزواج وللحمل والوضع وما إلى ذلك وهذا تابت بالعلم لا شك فيه العلم اليوم وقد تطور الإنسان في الجانب العلمي يقول أن ممكن للفتاة بنت عشر سنوات إذا بلغت أن تصير حاملا يعني صار الأجهزة التناسلية فيها دخلت في وظيفة الولادة والدورة الدموية ما يعبر عنها بالحيد إنما هي لتهيئ الراحم لاستقبال المولود أو ما يسمى باستقبال بويضة أما ما عليه الغرب وما عليه الإسلام فشيئان مختلفان طريقين مختلفين فلا نقارن الإسلام بالحضارة الغربية فإن كانت الحضارة الغربية اتفقت على 18 سنة وهي الآن تفرضها على المجتمعات ويصير خلاف ذلك قاصر واعتداء على الأنوتة واعتداء على الفتيات هذا اجتهادهم أما نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فهو لم يعتدي هل ترون الله يعتدي عندما يزوج نبيه بعائشة وما ربك بظلام للعبيد لكن عندما يدخل الإنسان كما يقول مثل من دخل الماء خرج منه مبتلا نحن اليوم في هيمنة فكرية للحضارة الغربية فمن تم بعض المسلمين يجيدون حرجا في أن يقول أن الرسول خطب عائشة رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع سنوات وبنا بها وهي بنت تسع سنوات ويحاولون الالتفاف لأن ضعف موقف المسلم أمام البريق الحضارة الغربية ما نحن فلا نضعف في هذا الباب والشاهد عندنا كم من فتاة تغتصب وهي بنت تسع وعشر سنوات وتقع حامل بنت وتسع عشر سنوات الميزان الشرعي والتناسل والتوالد والتزاوج الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأه الله سبحانه وتعالى قال في اليتم وإن آنستم منهم رشدا أي ابان غسل الحلم فادفعوا إليهم أموالهم هذه مسائل إرت الإنسان مات وترك له أبوه تلك وهو صبي صغير لم يبلغ سن الرشد يعني يقوم عليه عمه وأعمامه أو واحد مكلف من الدولة يقوم على تركته إلى أن يبلغ سن الرشد فإن بلغ سن الرشد وليس تمانية عشر سنة سن الرشد قد يكون عشر سنوات قد يكون حد عشر سنة قد تكون اثنى عشر سنة تدفع له أمواله أنت الآن ركسرت مسؤولا بلغت سن الرشد وهذا مالك وهذه تركتك أنت مسؤول عنها الإسلام يجعل الإنسان يقتحم ميدان المسؤولية في سن مبكرة لاحظوا بعض الأحداث كانت حصل أحداث شغب يقوموا بها بعض الشباب وينظر إليه الشرطي ويقول لك الشرطي تقول لك من قدر نديرواله علاه ما تقدر نديروالك يقول لك ودي هذا لم يبلغ سن تمانية عشر سنة مع أنه قادر على بشي دير الشغب قادر بشي دير المصائب ولكن هل يحسب قانونيا وإداريا وأمام السلطة وأمام السلطة القضائية وتشريعي لا مازال لم يصل إلى سن تمانية عشر سنة كم من شاب يقع في علاقة حرام مع فتاة وفتاة تقع مع الشاب في علاقة حرام ولم يبلغ سن تمانية عشر سنة كم من فتاة تجهد حملها وهي بنت ثلاثة عشر سنة أربعتاشر سنة صارت حامل وهذه المستشفيات تتكلم أرقام رسمية موجودة عند السلطات قواصر يعني الفتيات لم يصل إلى تمانية عشر سنة ولكنهن كانت لهن القدرة على الزينة والحمل والإجهاض وبعد ذلك نقول ما عندهمش مسؤولية إدارية هذا عجيب فهذا لا يجعلك أيها المسلم عندما نتكلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصعر بأنك في حرج أمام زواج الرسول عليه الصلاة والسلام وعمره تلات وخمسون سنة بل خمس وخمسون سنة يتزوج من فتاة عمرها تسع سنوات لا يجعلك في موضع حرج فإن كان تزوج وعمره خمس وخمسين سنة بفتاة عمره تسع سنوات لا تنسى أنه تزوج بمرأة وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها رضي الله عنها أربعون سنة فقضية العمر والزواج والمحبة ليست مرتبطة بالسن الرسول عليه الصلاة والسلام هو نموذج هو قدوة هو أسوأ والدليل على ذلك أن البكر الوحيد التي تزوجها والباقي النساء كلهن تيب لم تكن واحدة منهن بكر وهذا دفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كما يصف البعض من المستشرقين والأعداء والمغردين أنه كان يتحرى النساء الجميلات وصغيرة السن حاشا ما عاد الله سودة كانت أكبر منه كما قلنا بخمس سنوات خمس سنوات سودة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى خمس سات عشر سنة وهذا لم يمنعه أما عائشة فكانت كان هو أكبر منها لو قلنا عشر إلى ست وخمسون كم هي فارق استوارعين سنة هل في ذلك حرج؟ والله ليس في ذلك حرج ماذا ما هي راضية؟ وقد دخلت سنة تكليف وأبوها راضي وليو أمرها راضي وأمها بل فرحوا بذلك أبوها وأمها فرحوا بذلك وكان يقول لأمها أم رومان اعتني بها واتق الله فيها من خلال عائشة أحب عائشة وهو لم يبني بها أحبها ولم يبني بها لماذا أحبها ولم يبني بها؟ لأن هذا الحب ليس حب شهواني كما هو اليوم هذا حب إلهي أحبها من عند الله سبحانه وتعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم المحبة هو أمر رباني المحبة أمر رباني ما يراه الناس اليوم من محبة هذه ليست محبة التي يصب إليها الإسلام ويدعو إليها الإسلام ويحث عليها الإسلام فإن كنا وضعنا خديجة في خانة الثقة المتبادلة بين الزوجين ووضعنا سودة بنت زمعة في خانة أنها ضحت من أزل محبتها للرسول وتريد أن تحشر معه ومع زواجه فنضع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق في خانة المحبة بيت نبوي بني على المحبة أحبته وأحبها مع فارق السن بينهم وفارق السن لم يطعن ولم تشتكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوما أنها تزوجت من رجل أكبر منها سنًا بل كانت تفتخر بذلك ورفع الله مكانتها فوضعها في زمرة أمهات المؤمنين وقد سئل الرسول عليه الصلاة في الحديث الصحيح عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك فقال لي عائشة هكذا عائشة من أحب الناس إليك يا رسول الله عائشة ثم قال له من الرجال قال أبوها أحب البنت وأحب الأب الأب الصديق صاحب الغار الرفيق رفيق الدربي والمسيرة وأم المؤمن عائشة رضي الله عنها التي عاشرت ثماني سنوات كذلك أحبته وأحبها والدليل على ذلك روايات كثيرة لو وضع كل زوج وزوجة أمامهما لا والله لسعدت البيوت المسلمة كان يمارس مع بعض الأشياء لا يمارسها مع الزوجات ليس من باب الظلم أو التفاوت لا سن عائشة كان يسمح لها بذلك والسن الزوجات الأخريات لا يسمحناه لنا بذلك وأعطيكم مثالا سأل أحد الصحابة أم سلمة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت كبيرة كذلك في السن فقال لها فقال لها هل كان الرسول يقبل في رمضان هل كان الرسول يقبل زوجاته في رمضان القبلة من الفم إلى الفم قالت له لا قال لقد سألت عائشة وقالت لكان يقبلني في رمضان وهو صائم فقالت مع هي نعم أما معي أنا أو إياي فلا عائشة كانت صغيرة وأم سلمة كانت كبيرة فكانت علاقته بعائشة غير علاقته بأم سلمة فارق السني نضيف على ذلك كان يسابقني وأسابقه عائشة رضي الله عنها تروي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسابقني وأسابقه يعني كنجري أنوية فكنت دائما أسبقه فلما أخذني اللحم يعني كبرات وقالت سابقني فصبقني يعني سابقني إجرى معي فسابقني أي كان له الصبق هو ليربح الصباق فقال لهذه بتلك فيتي سبقتيني وأنا اليوم سبقتك كان يزاول مع هذه المسائل الرياضية والمدعبة لا يزاولها مع أمهات المؤمنين وهذه ليس فيها ظلم لا يظل إنسان أن هذا من باب أن يفضل هذه لا هذه مسائل تليق بصغيرة السن ولا تليق بكبيرة السن لعلها قد يرى فيها البعض لو سابق كبيرة السن لا رأى فيها شيء من فقدان المرؤة لكن عائشة كانت صغيرة في السن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيها ويخاطبها ويعاملها على قدر سنها لا أقول على قدر عقلها بل كانت ذات عقل راجح لكن كان في نفس الوقت يراعي فيها جانب السن كان يعطيها العظم فيه لحما فتأكل منه فيأخذه منها ويأكل حيث أكلت هي تمد له العظم بالجهة المملؤة يعني ما تلخذت العظم للحم كلات منه فتمدله في الجهة اللي بقي فيها للحم فيدير العظم صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ويأكل من المكان الذي أكلت لأن كان ذلك يطيب قلبها ويرفع قدرها عنده فتنظر إليه نظرة عجيبة يبين لها مكانة أي أنه لا ينفر منها بل كانت إذا شربت من الإناء من الكأس فأخذ الكأس وجعل شفتيه في مكان شفتيها ويشرب فكانت تحب ذلك منه وكان يبرز لها ذلك لصغري سنها أنه وإن كان كبيرا في السن لكن كان يعطيها من المداعبة والمعاشرة ما يظهر لها أن السن ليس له دخل في هذه الأمور فأحبت ذلك منه أشياء كثيرة من هذا النوع فعليه الصلاة والسلام أعطاه هذه المكانة المحبة وهي محبة كان يقول هذه قسمتي في أهلي يعني كان يحرص صلى الله عليه وسلم أن يتقاسم الواجب الزوجي مع زوجاته بالتساوي إذا قضى ليلة هنا قضى ليلة هنا إذا اشترى لهذه اشترى لهذه وإذا عامل هذه في مسائل مدية بهذه الطريقة يعامل هذه كذلك بالنفس المسألة هذا من عدله صلى الله عليه وسلم لكن في مسائل الشعور والمحبة فكان لعائشة قدر خاص وألا أحد يستطيع أن يلومه في ذلك لأن هذه محبة زرعها الله في القلب لكن هل هي محبة اغطيباط أو محبة جازفة أو محبة غير مبنية على مسائل الشرعية كلا عائشة تستحق تلك المحبة منه صلى الله عليه وسلم تستحق لأنها كانت على صغر سنها ذات علم ذات معرفة ذات دكاء ذات نباها كانت تسأل إذا دخل البيت كانت تسأله عن الدين وتسأله عن القرآن وتسأله عن الحديث فتعلمت منه حتى أنها صارت من الراويات اللواتي يعني المرأة الوحيدة التي روت ألفين حديثا تأتي بعد أنس بن مالك وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في المرتبة أبو هريرة روى أكثر من ربعمائة من ربعلاف حديث أناس بن مالك قريب منه لكن عائشة روت ألفين حديث فقد سمح على صغر سنها ودكاؤها أن تحفظ من الأحاديث ما شاء الله وخاصة خاصة الأحاديث التي لها علاقة في الحياة الزوجية وفي داخل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بل وأهل العلم يجعلنا أحاديث عائشة فيما يخص الحياة الزوجية مسبقة ومقدمة ولها أسبقية على أحاديث كبار الصحابة لأن هذا الشأن الداخلي إن روى صحابي في مسألة ما حديثا وجاءت أم المؤمنين وهذا الأمر يخص النساء ويخص الحياة الزوجية والقرب من شخص الرسول عليه الصلاة والسلام فأهل العلم يقدمون عائشة على غيرها من الرواة حتى ولو كانوا صحابة لماذا؟ لأنها أعلم بشأنه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه مثلا أعطيكم مثال بعض الصحابة يروي أن الله أن رسول الله رأى ربه بعض الصحابة يروي أن الرسول عليه الصلاة في ليلة المعراج رأى الله سبحانه وتعالى وترد عائشة وأهل العلم يفضلون حديث عائشة على حديث هذا الصحابي لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنه كان لها فقه وقد دارست هذا الأمر مع الرسول عليه الصلاة والسلام سألته أرأيت ربك أرأيته سألته لما أعرج به وعاد وكان في المدينة بعدما تزوج وبنا بها سألته قلت وشفت الله فقال لها لا وأنا أرى نور على نور من ينشوفه وكانت تقول وجوهن يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وأهل العلم رجحوا روايتها في هذا الباب لأنها كانت في سن التعلم وانفتاح العقل والإدراك أما الصحابي الذي يروي يروي بناء الحديث أتمارون في رؤية البدري فالرسول يصف لهم الرؤية بأنها ستكون يوم القيامة وقد ظن بعض الصحابة أنها كانت في ليلة الإسراء والمعراج هذا كله في باب الذي نقول بأن هذه السيدة رضي الله عنها التي هو أمنا 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 واللي العجيب أن بعض الناس كسبوا عائشة وما كسبوا أمهم وأزواجه أمها تكم من سب عائشة رضي الله عنها سئل الإمام مالك سئل الإمام مالك قالوا له من سب الصحابة قال زنديق قالوا ومن سب عائشة قالوا كفر قالوا الصحابة زنديق وعائشة كفر قالوا نعم لأن الله برأها وإيهم المؤمنين ومن سبها فكان ما سب أمه فهو كافر جعل العلماء وهذا مذهب الإمام مالك سب أم المؤمنين وأمهات المؤمنين كفر وبعض الناس يتجرؤون على سب عائشة رضي الله عنها وهي العلم والمعرفة ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام بل إن الله سبحانه وتعالى من محبتها للرسول عليه الصلاة والسلام أكرمها بما لم يكرم به أمهات المؤمنين تقول مات عندي في ليلتي الليلة النهار اللي غير يموت فيها الرسول عليه الصلاة والسلام مات والليلة ليلتها يعني هذا النهار كان يخص يكون عندها وبين صحري ونحري أي بين فاخديها وصدرها وآخر ما لامس فمه ريقي آخر شيء دخل الفم ديال الريق ديالي لأن نظر إلى السواك فرطبته بريقها وعطته فجعله في فمه صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني وتصف ومات عندها في بيتها وهو أين مدفون الآن صلى الله عليه الصلاة والسلام هذه حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها هو مدفون في حجرة عائشة التي هي جزء من المسجد النبوي الآن هذه كلها مكانات أعطاه الله لهذه الشابة الصغيرة في السيل التي تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت تسع سنوات تسع سنوات وأؤكد على هذه المسألة لأني أعلم أن كثير من المؤمنين سيجدون ومن المسلمين حارجاً في أنفسهم أن يسمع أن الرسول تجوز بنت تسع سنوات الإسلام أيها المسلم ينظر إلى المسائل هل هي صالحة للزواج أم لا هل هي صالحة للإنجاب أم لا بقى البنات اليوم تجي عند واحد الإنسان تقول له زوجني بنتك يقولك ما زال شغيرة شحال عدة تسعطاش يقولك ما زال شغيرة وربما تسعطاش دارت المصائب لازمنا صغيرات على الزواج ولسنا صغيرات على الفساد الإسلام يحصن والتحصن إنما يكون ابتداء من سن البلوغ وسن الرشد ففي زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة مثل وقدوة للأمة أن البنت إن راضيت بالزواج في سن مبكر تزوج ولا حرج في ذلك الذي لا يرضاه الإسلام وأنا أعقب على البداية أن تزوج البنت على رغم أن فيها هذا لا يرضاه الإسلام البكر تستشعر هذا لا يقبل الإسلام ولكن إذا راضيت بالزواج وهي بنت تسع أو عشر أو إحدى عشر سن تزوج في شريعة الإسلام نعم تزوج لا نقول يلزمت زواجها لا لا نقول ينبغي زواجها لا ولكن إن هي راضيت بذلك فلماذا يمنعها وليها من الزواج وهي تريد أن تحصن نفسها فيقول الولي لازلت صغيرة وهي أعلم بنفسها وهي أعلم بحالها فعندما تقولك أنا أريد أن تزوج وهي صغيرة في سن أنت تنظر إليها صغيرة فإنما تقولك أنا أريد أن أحصن نفسي يا أبي أنا أريد أن أحصن نفسي يا أمي أنا لا أريد أن أقع في الحرام أنا لا أريد أن أنتظر حتى يجري مني فعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى هذه النظرة الإسلام أيها وهذه أيها الإخوة وهذه عائشة الدروس التي قد نستفيد منها هي دروس كثيرة جدا الدروس كثيرة جدا لدرجة أن الصحابة أمهات المؤمن الأخرى أذكر لكم أني قلت زمعة سودى بنت زمعة ماذا فعلت لما كبر سنها وتقل وزنها وأراد الرسول أن يريح وماذا قالت قلت له لا أريد طلاقا ولا رغبة لي في الرجال ولكن أريد أن أحصن معك أو أبعث وأنا من أزواجك وتنازلت عن ليلتها لمن لعائشة أم سلمة الرسول عليه الصلاة يجمع أمهات المؤمنين لما مرض الموت لدم في تقريب الأسبوع وشيء ويجمع أمهات المؤمنين أم سلمة أم حبي وغيرها فقال لهن ها أنتم تشوفوا الحالة ديالي التنقل من بيت إلى بيت صار شاق عليه أنا في مرض ففهمت أم سلمة ما يريد فقالت له كأنك تريد أن تبقى عند عائشة فلم يتكلم ولكن أم سلمة تكلمت قالت له نعم ابقى عند عائشة تنازلوا كل أمهات المؤمنين للعائشة بش يموت عندها قل كلهم ما شيء قالت له وحدا لا أسيدي تعطيني حقي ولو جيك تحبو قد تكون ولكن أمهات المؤمنين كنا يعرف كلهن يعرف أن عائشة كانت لها محبة وكنا يغيرن من ذلك كانت هناك غير بينهن على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة ولكن هذه الغيرة لن تكون غير فاسدة أو مدعاة إلى التآمر لأننا كنا يعلم أن هذه المحبة من عند الله سبحانه وتعالى أما هو صلى الله عليه وسلم فلم يظهر مرة أنه يتعامل مع أزواجه تعامل الظلم وتعامل تمييز أبدا كنا يعرف أن التعامل الذي يعطيه لعائشة هو تعامل خاص لصغر سنها وقدرها عنده وأن هذا ليس فيه ظلم ومن العجائب أن مر أبو بكر الصديق ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم بحجرة عائشة فسمعها ترفع صوتها على الرسول عليه الصلاة والسلام سمع كتغوت رفع صوتها فدخل عليها وأراد أن يضربها فحال الرسول بينه وبينها لو واحد فينا الآن رفعت عليه المرة الصوت وجبها بغير يدخل وبغير يسلخها يقول له أعطيها زيدها لا دخل الرسول وبينه وبين أبي بكر وعائشة توسط ودفع أبو بكر قالوا لا منعو بشي ضربها فخرج أبو بكر الصديق فنظر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي أرأيتي كيف حلته بينك وبينهم يعني لم أرأيتك كيف أرأيتك لكي لا يضربك شباك فضحكت فسمع أبو بكر الصديق الرسول يضحك وعائشة تضحك لاحظوا كيف رضاها يخاطبها لصغار يسنيها بنفس الأسلوب قال لقد رأيتك ما فعلته جئت بينك وبينه وما خليته لا يمدي تدعلك فضحكت وأعجبها فعله أن أحماها من ضرب أبوها فضحكت وضحك فعاد أبو بكر فقال أشركوني معكما في ضحككما كما أشركت في حربكما شركتوني في الحرب لكنكم كتغوتوا عيدتوا لي وسمعتوا دخلت فالآن سمعتكما تضحكان فأشركاني في سلمكما كما أشركت في حربكما فبين له الرسول ماذا حصل وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف خباياها وطبائعها فقال لها إني لأعرف عندما تكونين غضبان عني وعندما تكونين راضي عني قالت له كيف ذلك يا رسول الله قال إن كنت راضية تقولين ورب محمد وإن كنت غضبانة تقولين ورب إبراهيم قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا إسمك يعني أنا الهجران ديالي هو منذكر سميتك أما القلب رعالم به لله من جهة كدير فلا أهجره إلا إسمك نقسم بالله ونهجر إسم ديالك أما قلبي ما يقدرش يهجرك فكانت فعلا بينه وبين عائشة والكلام طاويل لكن إذا أردنا أن نلخص علاقته بعائشة إنما هي علاقة المحبة المحبة الطاهرة المحبة العافية يعني التي هي مبنية على الصدق المحبة التي مبنيةها مبنية على الرضا ليست الحب المحبة الذي نراه اليوم يسمع شيء واحد يقول الرسول عليه الصلاة أحب عائشة يمشي تاوي أحب لا أحب وهي زوجته أما الحب الموجود الآن فهذا حب حرام أن يحب الإنسان زوجته نعم وأن تحب الزوجة زوجها نعم أن يغار الزوج على زوجته نعم وأن تغار الزوجة على زوجها نعم هذه في العلاقة الشرعية المبنية على زواج شرعي هذه المحبة مرحبا بها ولا عيب في ذلك أن يحب الزوج زوجته وأن تحب الزوجة زوجها لأننا نقول هذا الكلام إخوتي قد يشعر به إنسان ثقيل ولكنه في الحقيقة يا إخوة هذا هو الدين دينا المحبة موجودة في الحياة الزوجية دخل الرسول عليه الصلاة على عائشة في يوم عيد وكان الأحباش يلعبون بالرماح يعني الأحباش هم الحبشة كي يرقصوا بالرماح يوم العيد فكان يحميها بظهره فأسندت عنقها إلى كتفه فكانت تتفرج على الأحباش بين أذنه وكتفه وهو واقف حتى شبعت يعني بقى تتفرج حتى عيد ويسمح لها بذلك هكذا كان يداعبها وهكذا كان يعاملها والكلام طويل في العلاقة الخاصة عائشة لو أردنا أن نذكرها لها باب العلم والفقه فقه بمعنى الكلمة ولها مواقف سياسية واجتماعية عائشة لو أردنا القرآن وجدناها مفسرة للقرآن ولكن نريد نحن أن نقف على عائشة كزوجة رضي الله تعالى عنها وكأم المؤمنين رضي الله تعالى ومكانة الرسول عندها وعنده المكان المتبادلة فصدقوني فوالله لو طالع المسلم من المسائل والمحبة اللي بين الرسول عليه الصلاة وعائشة لا استغرب أهذا من الإسلام نعم يا سيدي هذا نبي الإسلام جلس على يديه وركبتيه وامتطت دهره ما الذي يقضي يديرها الآن ينزل عليه يدو والركاب يديله طلع الزجة فوق دهره يقول يا شهد للعبة شهده بسلام ها ننزل نعم نقول نكون واضحين يربما يغضب عليها وربما يسبها وربما يبسق عليها يقول له ولكن الرسول فعلها مع عائشة يدو وركابه وطلعت فوق منه ويضار بها حتى شبعت ولكن كل هذا لماذا؟ لأن كانت في سنها صغيرة فكانوا يعاملها على قدري ما يحرمها في السن ديالها لأن السن الطفولة وسن من الشباب وهي من الطفولة جاءت للزواج فأعطاها من القيمة ديال الطفولة والشباب ما لا تحرم به وبقيت تذكره وتفتخر به أنه لم يمارسه مع إحدى زوجاته عباد الله إن الله باصل نذيه بالليل يتمسئ النهار وباصل نذيه بالنهار يتمسئ إليه فتبعوا لله استغفر الله إنه الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر